اشتركوا في القناة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة الملفات المعروضة على جدول أعمال القمة العربية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي حضر الاجتماع سعادة السفير خالد أحمد المنصور سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق والسفير أحمد محمد لطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية والوفد المرافق للوزير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر